اكدت معالي السيدة فوزية ابن عبدالله زينال رئيسة ميلي السنواب ان النهج الحكيم والدعم الرفيع من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اسهم في فتح الافاق امام المرأة البحرينية لتترقى في مسار التقدم الشامل والذي اخذ مداه الواسع على ارض الواقع بفضل الجهود الكريمة والاهتمام البالغ من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله حيث اولت سموها الرعاية المعززة لابراز اسهمات المرأة البحرينية كشريك رئيسي في المسيرة التنموية الوطنية وثمنت معاليها جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ السياسات الوطنية الرامية لدعم تقدم المرأة البحرينية مؤكدة معاليها الدعم النيابية للبرامج الوطنية لتقدم المرأة البحرينية ومشيدة بدور المجلس الاعلى للمرأة الذي يعد شريكا استراتيجيا للعمل البرلماني جاء ذلك خلال اللقاء معاليها بمكتبها سعادة الاستاذة هالة بنت محمد الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للمرأة وعرض المواضيع المشتركة ونقلت سعادة الاستاذة هالة الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة تحياتي صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله ومتابعاتها لجهود السلطة التشريعية في دعم القضايا ذات الاولوية للمرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية وأكدت على توجيهات سموها للاستمرار في التعاون المثمر وتحقيق المزيد من الإنجازات وأشارت إلى الدور الهام للسلطة التشريعية في دعم تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين لما لها من دور بارز في تقليص أو سد عدد من الفجوات التشريعية في القضايا ذات الاولوية للمرأة البحرينية تشرفنا اليوم بحضور الأستاذ أهالي الأنصاري مثلا عن مجلس الأعلى المرأة لمناقشة بعض الأمور والملفات التي سوف تطرع خلال الفترة القادمة هذه زيارة كانت لتقريب وجهات النظر وإن شاء الله نعمل جميعا لصالح البحرين ولصالح ملف المرأة في البحرين فالمجلس الأعلى للمرأة دور كبير نراه واضح وجلي في تمكين المرأة في البحرين وهذا من متطلبات أو من النقاط الأساسية في الدستور البحريني وهو ملف يهم الجميع فالنساء هنا أخواتنا وأمهاتنا ويجب أن نعمل جميعا على تمكين المرأة من ناحية العملية والشرعية وجميع الملفات الأخرى فإن شاء الله تكون لنا جلسات وهناك ورش عمل متبادلة بيننا وبين المسل الأعلى للمرأة ويجب أن هناك مخرجات عديدة تصب في مصلحة البحرين والمرأة البحرينية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا